أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعة عن تسجيل 699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1190 حالة شفاء و 5 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4.320.349 شخصا وأوضحت الوزارة في النشر اليوم لنتائج رصد الوبائي لكوفيد-19 أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3.674.251 شخصا وأشارت إلى أن الحصيدة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 499.097 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في جوش مارس 2020 فيما بلغ مجموح حالات شفاء تام إلى 483.363 حالة بالنسبة تعافي تبلغ 97.4% بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8.818 حالة بالنسبة فتقدرها 1.8% وتتوزع الحالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الضر البيضاء ستارت بـ 480 حالة وجهات الريبات سل القنيطرة 51 حالة جهات مراكوش أسفي 30 حالة جهات و 19 حالة بكل من جهة الداخلة وادي الدهب و جهة الشرق و جهة 30 حالة جهة دوان حسيمة و 15 حالة بجهة سوس ماسة 14 حالة بجهة درعة تفيلات و 12 حالة بجهة العين السقي الحمراء و 7 حالات و 6 حالات بكل من قلميم و دنون و جهة بنملك نفرة و جهة فاس مكنات سجلت 3 حالات وتتوزى حالات الوفيات عبر جهات المملكة بين جهة الضر البيضاء ستارت بـ 3 حالات و حالة واحدة بكل من جهة الريبات سل القنيطرة و جهة قلميم و دنون وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1364.3 إصابة لكل 100 ألف نسامة بمؤشر إصابة يبلغ 1.8 لكل 100 ألف نسامة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة فيما يصل مجموعة الحالات نشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3.916 حالة وبلغ عدد الحالات الخطيرة المحرجة الجديدة بأقصى من إنعاش و ليناي المركزة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 42 حالة ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 411 حالة 27 منها تحت التنفس الاصطناعي الاحتراقي و 222 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي أما معدل مأسرة إنعاش المخصصة لكوفيد-19 فقد بلغ 13% فمزيدا من الحيط والحضر لتفادي فيروس كورونا اشتركوا في القناة